موسيقى الحلقة مش مقتصرة على لعبة كمال أجسام ولكن هقولك العالم بتغير للأسوأ ثم الأسوأ الشخص اللي انتو شايفينه ده عنده 56 سنة لو انت دققت أو شفت عنوال حلقة النهاردة وهتبص أكيد على أو عضلة الصدر بتاعته وهتلاقيها مفهاش حلامات ايه ده الكلام ده هنشوف النهاردة حاجات غريبة هنبتدي بلعب كمال أجسام البطل لو انت خدت بالك كده مفهوش حلامات وتم إزالة الحلامات زي ما انت شايف كده في وطع مفيش أي حلامات تمام لو انت شفت برضو في البطولة بقولك عنده 56 سنة برضو ما عندهش حلامات احنا مش عارفين فعلا فعلا الحلامات كان متوجدة في اني حتة هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا اتكلمت عليه من فترة كبيرة كده في قناتي التانية بس عاوز اقولك الناس اللي معرفوش الشخص ده طول الوقت أو طول السنة بياخد منشطات هو بيقول المنشطات بالنسبة لي اسلوب حياة وامتع طرفي عممت حتى على نفسه لما الشرطة اقتحمت كده ودخلت ولقت مخب في المطبخ بقيمة تلاتين الف دولار منشطات عاوز اقولك المنشطات بتعمل جينو الجينو اللي هو بيبقى تسدي لما اخذ كده زي الستات تمام فالتسدي ده بيجي للرجالة برضو ليه كذا حاجة وبالنسبة لي بنسبة كبيرة متين في المية وتلتمين في المية هو جاله جينو بس هل الجينو بقى بيتشال بسبب الحلامات خالص لا لا ولكن في امراض كتيرة علشان الناس يشيلوا فيها الحلامات عفنا الله اياكم كسرطان كامراض كتيرة تضخم في الحلامة وما بتتشلش الفكرة هي ما بتتشلش ولكن في ناس تانية بتشيلها ايه ده بتشيلها عمي متحط اه بتشيلها مش مكتنعين اللي الرجالة يكون عندهم حلامات ايه الكلام ده ده الكلام ده شكله كبير هو الكلام كبير قوي الكلام كبير قوي قوي الشخص المجنون ده هو بياخد منشطات واكيد جات له مشاكل صحية وشه ودخل على فكرة مستشفى كذا مرة ولكن ليه شلت الحلامات الله اعلم بس اللي احنا نعلمه بقى واللي اعترف على نفسه على الشاب مين الشاب كريم من لندن عنده 18 سنة بقولك الناس مش عجبها الرجالة مش عجبها ما احنا بنقولك بقى خلاص احنا في اخر الزمان ازاي الرجالة يكون عندها حلامات بيقولوا الحلامات لمؤاخذة كده مكتصرة على الستات بس ولكن مكتصرة ايه الرجال عندها حلامات والستات عندها حلامات وربنا ما بيخلقش حاجة او ما خلقش حاجة في الكون سبحانه وتعالى الا ما يكون لها فايدة من ضمن الفوائد يعني بتدي شكل للجسم ايه ده هي لو اتشالت هيكون الجسم مش حلو هيكون الشكلة غريب جدا جدا زائد اللي هي لها وظائف كتيرة فالناس دلوقتي في الغرب بيسعوا اللي هم يشيلوا الحلامات بتاعتهم وبيدوروا على الاماكن القانونية اللي يشيلوا فيها الحلامات طيب هل الحلامات بس انا الجننت الصراحة لما شفت الشخص كريم ده انا مش عارف ده من هو اه من لندن بس ما تفهمش انت اصولك ايه بيشيلوا السرة كمان ازاي يا جدعان ازاي بيشيلوا الحلامات اهو والسرة فالشخص ده هو مفروض فنان اللي هو اسمه كريم عنده تمنتاشر سنة هو بيحب الفن كده وبيقول لك انا شيلت الحلامات لبقصة كده والسرة بتاعتي علشان ابيعها كفن يخربت الجنان بيقول لك الموناليزة متواجدة هي في المتحف وقع ان كان ملهاش حواجب ماخدتوش بالكو هو بيقول لك كده ماخدتوش بالكو اللي هي ملهاش حواجب وملهاش رموش انا برضو نفس الكلام فلازم اعمل زيها فده فن فن اللي انا شيل الحلامة بتاعتي وبيعها ايه ده وبعها كمان وعرضها كمان للبيع عشان كده بقول لك لو بتعرف ما تكملش معانا لقطة كده بس عادي يعني عادي بيقول لك ايه بقى اللي هو خلاص كده شالها شالها طبعا في البصنة علشان في لندن غير قانوني الله اكبر عليكم وطبعا في حاجات تانية اخرى بكتير لمؤاخذة قانونية في دول الغرب ما يجيش او ما يجيليش عواقب بسبب اللي هو عمل ده ولكن هو ايه يعني لك انت تخيل اللي هو شال الحلامة بتاعته هقول لك ايه هقول لك ايه والسرة بتاعته زي ما انت شايف كده وبيعرضها جنب الناس اهو في المترو وبيقول لك السرة هيتتعمل كاكلادة والحلامات كاكيروت زي ما انت شايف كده دي الحلامات لم اخذها بتاعته وهيباعها وبيسع لما هي تتباع تجيب على قل على قل من خمسمائة بعتذر خمسمائة جنيه سترليني لألف جنيه سترليني علشان بس بس تغطي العملية تغطي فلوس العملية يعني انت شايل الحلام وشايل السرة وتقول كفن وعملها كفن فعلا علشان في الآخر تغطي على قل بيقول تغطي على قل سعر العملية اللي انا عملتها وشلت فيها الازالات داية الموضوع بقى اللي انا جنني اللي هنشوفه دلوقتي تمام عاوز اقول لك اللي هو التعامل معه لقاءات طبعا واحد بيعمل اي حد بيعمل حاجة غريبة ومقرفة لازم الناس تتجه ليه بس احنا دلوقتي احنا مسلمين او احنا في العرب كده كلنا اخوة مع بعض كده مستعجبين من حال الدنيا فعلا اللي بيتغير للأسوأ يعني بيقولولوا له من دمن الحاجات او دمن الأسئلة في اللقاء هل انت يعني بيشوفوه هتبيع حاجة تانية في جسمك ولا لأ فالراجل لسه مفكرش يمكن يقطع حتة ولما اخذك كده من ويبيعها اقول لك ايه اقول لك ايه طيب هو بيقول للي انا فخور برضو من دمن الحاجات فخور اللي جسمي ناعم دلوقتي وبدون حلامات ويقق جميلة هو زي ما انت شايف كده مش انا اللي بقول ده هو يعني عشان ما ندخلش بس في اعراض ناس نبص كده برضو من دمن الحاجات اللي انا طبعا طبعا مش اورها لك على فكرة لما انا بجمع الحلقة والصراحة بشوف حاجات غريبة قوي وبالذات العملية بتاعتشيل الحلمة وقطع اطع الحلمة نفسها زي ما انت شايف كده طبعا انا مش اورها لك كلها ولكن بيتخيط مكانها زي ما انت شايف كده عشان يكون الشخص بدون حلمة الناس برضو دلوقتي بيسعوا بيدوروا فين المراكز دي المراكز التبية اللي نشيل فيها الحلمة ونحطها في زجاجة ونحطفز بيها بص واصل هي دي الحلمة دي حلمة دي على فكر ودي حلمة فانا حاولت اوريكم سور كده من الظهر قوي علشان الموضوع مقزز فوق منت تتخيل فوق منت تتخيل فعل لان العمليات موجودة ويه ده من دمن اللي شالها زي ما انت شايف كده اللي هو حاطت الحلمات بتاعته وما فيش اي حلمة في صدر وخلاص شالهم كده وحطهم في ازايز ده دنيا العجب اللي احنا وصلنا لي فده اللي حبيت اولهولك طبعا دي ممكن تكون اول مرة تشوفها والناس كتير اول مرة تشوفها والصراحة انا لما شفتها في لعيب كمال اجسام لاني متخصص لعب كمال اجسام والوصابات والكلام ده كله ولما دخلت كمان دورت لقيت واحد واثنين وثلاثة وعشرة فيديوهات كتيرة بيعملوا نفس الحركة ديت فالصراحة هنوصل لفين بعد كده مش عارف عاوز اقولك من ضمن الحاجات الموضوع مش مكتصر على بس الحلامات ده في تعديل في كزا حاجة يعني من ضمن الحاجات اللي شفتها تعديل في الودن يعني مش تعديل في الودن ازالة الودن نفسها انت متخيل عبدالشيطان بقى والكلام اللي انتو عارفينه ده حفظان الله وعافان الله وإياكم جميعا من اي من اي من اي نشعارف اقولي السراحة الواحد متقزز لاني برضو مش متعلقة بكده متعلقة بحاجات تانية هتشوف معي العجب في القناة دي ان شاء الله طبعا مش مكتصرة بس على الحاجات دي مكتصرة على اصابات من ضمن الحاجات اللي الناس عوزينها الامم ايه برضو الحاجات ديت كلها ان شاء الله هتلاقيها متواجدة في القناة الفترة الجاية والالعاب الكتب تلاقي اكيد اكيد شوفك على خير فيديو جديد وحلقة جديدة والسلام عليكم اخطر وكاتو الشاب المختر